رح نكمل ان شاء الله على اللي حكنا اخي مرة بس هيك ريكاب سريع ذاكرين حكينا ان الكدنيا الزيزيز بشكل عام قد افكت غلوماريولاي تيوبولو انترستيشم او الفاسكولي رح نحكيهم بالتفصيل ان شاء الله في وقت اخر بهم من الديفنيشن ذاكرنا حكينا الازوتيميا اللي هو ما يزداد عندي البيوكميكال ماركرز اللي هم مين هم بلد يوري نيتروجين و كرياتين حكينا اذا كان هناك كلينيكال منفستيشن و هكينا نسمحها كم يوريميا و يتحدثنا نيفراتيك و نيفراتيك و نبأنث Zeus مovينت ذاكر بس كم يوري نهاية اللي هي تعريفها 3.5 جرام بير 24 احسان نعتبرها نيفراتيكج نيفراتيك أما النيفراتيك تمتاز يكون في عماتوريا عندها Hipertension و من ثم حكينا ايشة مسمى رابدني بروكوري نيفراتيز تحدثنا هذه الانتصال ونحكي عن الأكيوت والكرونيك رينيال فاريال طيب وقفنا على اللي هو الأدلت بوليسيستيك كدنيا ديزيز الأدلت سأكرركم نفسها يسموها أوتوثومال دومينانت بوليسيستيك كدنيا ديزيز لأن الإنهيرتنس بيترن تبعها أوتوثومال دومينانت لازم لا تنسوا بيك حالة أنه لازم يكون عندي بوليسيك كدنيا مهمة ليس سنجل كدنيا ليس يونيلاترال طيب وقفنا أن النمبر هو 1 بير 500 أو حتى 1 بير 1000 وهو نمبر كبير هذا لذلك 10% من المثلات من كرونيك رينيال فاريال شو يكون سببها؟ يكون عندي أدلت بوليسيستيك كدنيا طيب حكينا في عنا ثلاثة جينز مسؤولين لها حكينا بوليسيستيك كدنيا ديزيز 1 2 3 وعالترتيب 16 قسمها 4 ثلاثة جينز يمكن أن يكون عندي بوليسيستيك كدنيا 3 من هو الموضوع؟ 1 طيب الآن ننجح على الميكانزم ما رح كثيرا أركز على الموضوع لكن باختصار إماجن يا جماعة أنه تكون أنتم تعرفوا في عنا احنا glomeruli هذه glomeruli تذهب إلى الموضوع ثم اللي موضوع ثم آخر إماجن إذا كان هناك مشكلة في ميكانزم لاحظة لأن تكون هناك مشكلة مخاطر ما هي مخاطر كمية مخاطر فيها لتأكيد نحن لو كانت لدي إحساس يقول قمية فيلاح المخاطر وتوبولار قصر وتوبولار قيام الدربي ما أنح passar مع الوقت للتوبول؟ عبارةً صح؟ يعني بدل ما يصبح عنددي ميكانزم الإنسانية بشكل مستعجي ما هي إنتبهة؟ سيصبح عندك ١٣٤٠ مع الوقت، ما سيصبح لتوبول؟ دائلاتيشن، وهذا دائلاتيشن مع الوقت يعمللي؟ سلاحة فهؤلاء تصبح عند الميكانزم ميكانزم عملت للمشاكل فبصير عندي حتى مور بروليفراشن مور سيكريشن مع الوقت هذا الديلاتيشن شو بعملي ملتبل سيست فورميشن افكتينج بوث سايد افتاكي بوث سايد افتاكي اوكي فهذه المشكلة ذات سوى شو حكينا عنا جينيتيك ابنورماليتي ليش جينيتيك ابنورماليتي لان عندي مشكلة بالسنسينج ميكانيزم تمام فبالتالي هاي الميوتاشن صار عندي عالترد ميكانو سينسيشن بايتيوبولار سيليا وحتى على الكاليسوم فلاكس مع الوقت بصير في عندي ابثيليا للجروث اند ديفرانشياشن فشو المحصنة منها بصير عندي فلويد سيكريشن اكثر بصير عندي سيل بروليفراشن اكثر وابنورمال اكثر سيلون ماتريك ما معنى ابنورمال هو الانترستيشن بالاخير بصير عندي ايش بروليفراشن اوف السيست الآن لو صار في عندي بروليفراشن اوف السيست ايش المشكلة وهو السيست يوم يصير لها بروليفراشن ستعمل بروليفراشن بروليفراشن على حساب مين الماتريكس الماتريكس اللي هو الماتريكس الكلام فيصير في عندي كومبريشن على الكورتكس فشو بتصفل كدنى عبارة عن سيست لكن ما في عندي فنكشنينج برانكمال البرانكبل هو الانترفينينج استراما واصل الفكرة يا جماعة فها صارت عبر الكليا عن مع الوقت سيصير في عندي و لأنها أي شيء خرونيج ما يصير بالأخير فمعلمشان هيك ما حكينا قبل شوي أنه بالأخير 10% يصير عندهم خرونيج وآخر محاضرة تلكم خرونيج ترجموها على كلمة فبالتالي صار في عندي مع الوقت سيصير عند أو فسكولر كله سيصير له لأنه السيست تتوسع أما الباقي ما حصل لها؟ ماذا نتوقع ماذا نتوقع بالكدني؟ متوقع كم مرة أرى قديم بعملكم بايلاترال ماركدنيا كدنيا 4 كيلوغرام نتوقع الوزن 4 كيلوغرام أيضا نيوميرا السيست ممكن تتوصل السيست الوحدة 4 سنتيمتر ما ممكن يكون داخلهم؟ ممكن يكون داخلهم إما كلير فلود أو هاموريجيك فلود لماذا هاموريجيك فلود نحكت لكم؟ وهي تعمل اكسبانشن ممكن على حساب صم بلود فيزلز موجودين يسيرون لهم هاموريج فش يسير في عندي هاموريجيك ماتيرا داخل مهم جدا هاي الأسشياتي بلا عادة يوم دائما أبدا يجمع الجينتك أبنورمالتز مشكلتهم بلا عادة مهم جدا هاموريجيك لأنه مدام في عندي جينتك ممكن البيان أصلاً في عنده جينتك بردس بوزيجيك بلدس بوزيجيك بلدس بوزيجيك بلدس بوزيجيك بلدس بوزيجيك أيضاً ميترال برولابس ميترال برولابس تمام إذا نشوفوا مثلاً ما تحولت لـ وإذا نظر على الهيستولوجي عبارة عن واحدة منهم أكبر كثير كبيرة مثلاً وهنا أصغر ما كان بدالها؟ كان بدالها كان بدالها لكن كل ما حصل له آتروفية على حساب مين؟ السيست إذا ألم ألم بالخاصة لماذا؟ لأنه أصبح لدي كثيراً قلت لكم ممكن أن أصبح 4 كيلوغرام لأنه أصبح لدي كثيراً قربت على ألم أيضاً ما يمكن أن أصبح لدي الهيبرتنشن 75% لماذا الهيبرتنشن؟ لأنه أصلاً تتأثر عنده سوف تأخذ إن شاء الله بالفيسيولوجي لأنه يومي يصبح لديه أصلاً يشعر أنه يريد أصبح لدي كثيراً للهيبرتنشن لأنه يمكن أن أصبح لديه بسبب ذلك يزيد عندي السوديوم أيضاً 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 مع الوقت يزداد عندي كثيراً مرحلة end stage لحد ما أصل لمرحلة ESRD وهو end stage renal disease ما هو 50 عام ونحن نتحدث لكم أن هذا الدزيز يصبح على 4th decade يعني 30 32 35 فهل تقريباً خلال 20 سنة لحد ما يوصل مرحلة end stage renal disease هكذا من adult والدزيز ما اسم الثاني لديها autosomal dominant الآن نذهب إلى الأنتيتي الثانية نسميها childhood polycystic كنت نتزيز والاسم الثاني لها autosomal resistive حسناً الآن autosomal resistive mutation in the gene encoding fibro system fibro system ما اسم الجين polycystic أول شيء إما كروموسوم 16 إذا كان المثال أو 4 وفي عندي الجين الثالث الآن هنا في عنا chromosome 6 على ما اسم genetic abnormality fibro system الآن present very early that's why ما سمتها أنا childhood and eventually causes chronic chronic failure most of the time all of the cases ما ستوصل لل chronic chronic failure خاصة أن ال patient يبدأ بوقت مبكر حسناً حسناً الآن هناك فرق قليلاً مختلف عن القبل جزءاً هناك لا تركز عليها لو نظروا على هذه الصورة ماذا شاهدوني هنا شاهدوا كيف irregular cyst وهكذا نفس الأشياء هنا irregular surface صح؟ نظروا شاهدوا إمكانك تمسك القلم وترسم surface صح؟ نفس الأشياء هنا عبارة عن smooth surface صح؟ عندما يوجد cyst بالداخل لكن لم تقوموا irregular surface إذن أنا عندما يوجد smooth surface هذه رقم واحد رقم اثنين بالعادي cyst small cyst لكن بالأدل ما قلنا أنه يكون large cyst ممكن توصل 4 cm صح؟ أيضا تكون cyst مميزة perpendicular surface ما معنى perpendicular تطلع تحت microscope هذه عبارة عن cyst هذا surface وهي cyst ما نوصف هذه الجملة؟ نعتبرها بشكل عامودي على surface نفس الأشياء هذه cyst بشكل عامودي لو بشكل أفقي متوازية تجدها ماشية بنفس الخط لكن ما قلت هنا bare perpendicular يعني most of the cysts bare perpendicular to the surface إذن لحدنا surface ما يكون smooth رقم اثنين cysts ما يكون small رقم ثلاث they are bare perpendicular to the surface الآن هذه patient ممكن من البداية وهم أجنة بشكل عامودي بشكل عامودي بشكل عامودي بشكل عامودي بشكل عامودي من البداية تكون مرحلة مثل مرحلة agensis قليل جدا الفلويد oliguria بشكل عامودي that and all cases لماذا؟ معناها أصلاً هذا البيض حتى وصل لمرحلة أنه يكون كبير في العمر و لسه بشيء صغير بالكدني معناها ماذا يكون البرزنتيشن تبعه؟ ميلد برجة بعيد، لماذا قلت هذه الجملة؟ أصلاً الطفل يكون ميلدر دزيز معناها أنه أصلاً الطفل اليوم كبر و لسه بعده عنده الكدني فيها تبعه معناها ماذا يكون البرزنتيشن تبعه؟ ميلد، صح؟ لأنه بالعادة يوم يوصل لمرحلة مين؟ كرونيك؟ لأنه مفعلر قصد البرزنتيشن تبعه وصل عمره 17-18 فهذا المرحلة أصلاً ما يكون يوصل للكرونيك؟ لو بعده عنده كدني وميلدر دزيزة تبعه أصلاً ميلدر دزيزة أبنرماليك حسناً؟ مع ذلك، هؤلاء البرزنتيشن تبعه معناها؟ تبعه البرزنتيشن تبعه حسناً؟ يعني، لو أريد أن يصبح لديه مشاكل، يصبح لديه مشاكل من البرزنتيشن حسناً، هكذا انتهينا من دزيزة جداً الموناس، لديهم العود لديهم loop gluc Giustic disease الآن هنا لا نركز كثيراً كما أن نسميه Medallery cystic diseases لماذا لا نركز؟ لأن قد سرح أنها Tellingling diseases أو تبعاً قب诇 من سمائنا، لا بإجارة واحد من 1 ترح هذا الطريقة ولكنiku 1 ، المشهور هو Medallery slightest طبعا، في الاقت تو蓋 أن تخبرون المدلي前 ماذا كانت الدزيزة القبل؟ كورتكس بالعادة مالي كورتكس هنا نتحدث عن ميدالة عبارة عبارة عن common and associated with nephrolithesis يعني لأنه مستون ممكن أن يتنظر ماذا نسميها؟ medallary sponge تمام؟ عرفتنا ماذا هذا الاسيشيشن؟ تمام الآن هناك شيء آخر nephrolithesis medallary cystic disease complex الآن هذا دزيز بشكل عام صار ينتشر بشكل عام بالpatient الذي صار عندهم chronic kidney disease وهم صغار يعني chronic kidney disease in children and young adults ماذا نعتبره؟ orthosomal ريسيف تكون لدي المشكلة ب nephro system الآن يهمني بهذا السلايد شغلتها أو ثلاث أشياء، أول واحدة الميدالة عبارة نتذكر مع مين؟ مع nephrolithesis والميدالة ما يسمى nephro system لاحظوا، هذا عبارة عن الكورتكس وهنا عبارة عن الميدالة ما صار فيها؟ cyst إذا لو نظر على هذا الديوغرام الحلو نرى، هنا عبارة عن normal kidney لا يوجد أي cyst قلت لكم من قبل البشأن الذي لديهم dialysis ممكن أن يكون عندهم sorry الآن، قلتنا بعض البشأن لا يوجد clinical significance يسمى منها simple renal cyst تكون عبارة على cortex و Is there any clinical abnormality or clinical significance؟ لا لكن يمكن أن يكون هناك عملية عادة هذه عبارة عن بوليسيستك كيف أرسميكم إليها سموث سيرفس و بيربنديكورر سيرفس مين هم الكوليكتينك تيبولز اللي هم عبارة عن السيست الآن تطلعت دوليسيستك إرغولر سيرفس صح؟ تمام هذه عبارة عن ما أنت تسميها هايدرو نفروسيس سنشرحها إن شاء الله لاتر أو قلنا عنها قليلا من قبل ما معنى هايدرو نفروسيس؟ البلوث واللتيبيولز نرخصهم ماذا يصبح فيهم؟ سنشرح سنشرح ماذا يصبح لها بسيط جدا فقط لكي نشرح تخيّر أن يكون هناك ستون في هذه المنطقة وقال يصبح يورن لكن ما هو الطريق؟ مغلق فما سيحدث بداله؟ سيجمع الفلويد ما سنسميها؟ هايدرو نفروسيس ّ شهادة قلنا عن إنتتي قلنا عن ذلك ما ستسميها؟ ماسبت؟ جدا السيارة أوتومصية نفس الشيء يمكن أن يكون لديهم مختلفة لكن ما هي مشكلتهم؟ مختلفة من كارسينوما صح؟ الآن أخيراً نحن نأتي إلى الموضوع الذي أريدنا أنه glomerular nephritis دعنا نحكي قليلاً عن normal histology ما الذي يهمني؟ normal glomerulus كما نعرف أن glomerular is specialised in the work of capillaries لا أعلم عن capillaries وبكل أنت في عندي أرتريول في عندي الأفرنت أرتريول الذي يأتي من الجسم وبعدين عندي glomerulus وهذه glomerulus يكون في عندي فراغ يسميها pulmon space وبعدين في عندي الكابسول ولكن هذه glomerulus تنتهي بأيش؟ بأفرنت أرتريول الآن ولكن أتحدث عن capillaries إذن هذه capillaries لا تكون معومة في الهواء وإنما في عندي interstitium holding these capillaries أي شيء يا جماعة أي capillaries لا تكون بالهواء معلقة لابد أن يكون هناك شيء ماسكها صح؟ ماذا نسمي هذا الكلام؟ نسميه matrix نعمل أبداً كلمة matrix كلمة مميزة نطلقها ل glomerulus فبالتالي ماذا نسميه ميزانجيل matrix ميزانجيل matrix الآن نفسه هذا الماتريكس هو عبارة عن material بينهم في عندي cells هنا يظهر إلى الماتريكس ماذا نسميها؟ ميزانجيل cells إذن كمان مرة إذن أنا في عندي capillaries بينهم في عندي ميزانجيل هذا الميزانجيل ممكن يكون عبارة عن cells اللي بتطلع إلى material ماذا نسميها؟ matrix ميزانجيل matrix طيب إذن ما شاهدت من في صورة إذن هنا في عندي capillaries نطلع هنا في عندي capillaries capillaries بينهم there is a matrix هذا ما شاهدونه طيب من يفرز هذا الماتريكس ما نسميه؟ ميزانجيل cells ماذا يا جماعة؟ طيب الآن الميزانجيل 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 الآن أي capillaries في عندي endothelium كل ال capillaries يكون في عندي لكن يمتاز ال capillaries B الكدني أنه في عندي كثير فتحات منسميها fenestrated endothelium وهذا الشيء مميز لازم يكون في عندي fenestrated عشان يصبح في عندي طول الوقت filtration مميز لازم يصبح في الميزانجيل الميزانجية 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 الآن نشرحها أكثر طيب لو ننظر هذا عبارة عن the glomerular capillary wall هذه الصورة من ماذا أخذها؟ ماذا اسم الكرسكوب؟ الكرسكوب الكرسكوب لا تنسوا حتى وصلت وقدرت أشوف هذا الشيء لا أستطيع أشوفه بال الكرسكوب العادي حسنا؟ ولا بال immunofluorescence ولا أي شيء لازم أحتاج electron microscope طيب أنا أول شيء أقول من قبل يمتاز endothelium ب ماذا؟ fenestrated هذه عبارة عن fenestration لدي فتحات عملت لي fenestration إذن هذه عبارة عن endothelium صح؟ طيب إذن endothelium ثم ثم ننتقل إلى مرحل لماذا أبدأ من أن نقول boomer space أخذته من قبل لكن boomer space أنا عندنا فراغ أكيد أن وصل لكم إلى الفكرة نحن عندنا هذه الكرس الآن ثم عندنا فراغ boomer space ثم هناك شيء ملاسق لل capillaries نسميه visceral what epithelium و ثم عندنا الفراغ boomer space ثم يوجد epithelium اللي يطلع منه tubules ما يسميه parietal epithelium أكيد فبالتالي هذه epithelial cells نقسمها ل parietal اللي هي line the woman capsule كلها بالنفرون ثم 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 نفسها من جوة glomeruli 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 line and inner layer نسميها visceral layer أو podocyte من الجهة الأخرى ما يكون هناك epithelial cells المسميها visceral epithelial cells أو podocyte الآن لديهم cytoplasmic projection known as photoprocess that's around this glomeruli basement membrane لأن between these photoprocesses filtrations slits which is a major glomeruli filter barrier سنحكي عنها أكثر من أهم filter barrier ما يسميه filtration slits كمرة هذه عبارة عن ما يسميه glomeruli glomeruli basement membrane هذا glomeruli basement membrane نفسه يتقسم لا يريد أن تصل إلى التفاصيل لكن نفسه من قسمه يكون لدي rara internal وعند rara external وعند ما يسميه dense ما يرى هنا dense material حسنا حسنا هو مكون أصلا من ثلاث طبقات اللي هي internal dense وإيش كمان external لماذا أقول هذه الجملة؟ لأن سأقول لكم مثلا disease بعدين hereditary disease ممكن أن يصبح splitting بال dense نفسها حسنا لو نعتبر أن هنا internal إذن أنا أتكلم عن inner layer اللي هي external layer glomerular basement membrane الآن أنا لدي هنا فراغ فراغ تقريبا فراغ وهذه عبارة عن nucleus 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 لماذا؟ endothelial cells نتكلم عن endothelial cell layer اللي فيها fenestration fenestrated endothelium بعدين عبارة عن glomerular basement membrane ومن ثم نأتي إلى الطبقة اللي برا اللي هي ما نسميها؟ visceral epithelial layer أو bodocytes لحظة bodocytes تمتاز أنه عبارة عن foot process foot process زي الآن هذه النقطة كثير مهمة لأن سنحكي بعض الأشخاص هذه سيصبح effacement ما يعني effacement؟ سيصبح بشكل مسطح بدلا ما يكون photo process سيكون one layer نتذكر هذا عبارة عن normal epithelium epithelium ما هي نعتهم؟ filtration slits إذن ننتهينا من glomerular basement membrane بما يحيطه من epithelium أو epithelium حكينا بين between these capillaries ما يسميه؟ mesengil والmesengil is very important لأن هو الذي ينظم لي كل الخلايا مع بعض وهو الذي يفرز ل certain hormones فعبارة عن acylular mesengil matrix يتكون زائد mesengil كما قلت لكم فعندي matrix من يفرز هذا الماتريكس؟ mesengil cells وجدوا أن أن هذه المسengil فيها بعض من جميع 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 هذا جميع 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 لأن glomerular nephritis نحن نتحدث عنهم لاحق طيب نحن نعطي تفصيل أكثر الباسمنت ميبران الباسمنت ميبران جزء أهم نقطة أو نقطتين بهذا السلايد أهم نتذكر أن أنه تتكون من أي طيب 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 شيء مهم طيب 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 يجب أن يشتكي بشكل مختلف بشكل مختلف فممكن إذا كان لديه جينيتيك أبنورمالي تايف 4 كولوجين البيانات لا يشتكي بشكل مختلف يمكن أن يشتكي أيضا بشكل مختلف لأنه لديه هنا أيضا تايف 4 كولوجين نفسه يتكون كما قلنا من دمسة بالنص ورارة إنترنا ورارة إكسترنا تايف 4 كولوجين تايف 5 كولوجين لديه نوع ورارة الإمام أفضل تزل تنقص مقسمين تحمل أشياء لا يستطيع أن يتمر مثلون البروتين لا يمكن أن يذهب مكفي любين لا يمكن أن يذهب مكفي إلى الاتبيور مثل البومن المسحفة تيبيولي سيبدأ من أين ؟ من المسحفة تيبيولي لأن المسحفة تيبيولي تودى إلى البروكسيمال تيبيولي تيبيولي فالتالي لو الماتيريا الكبيرة الفتحات لا تسمح أنها تمر فيها البروتين رقم الثاني قمنا بإمكانية معناها عندي أي شيء يكون بإمكانية لا تسمح أنها تمر من خلاله إذن هذا ما تحدثنا عنهم وهي عبارة عن ميزينجل سيلس وهي عبارة عن الكابيلرز ولوحظوا الكابيلرز من داخل ما لهم وهذا البنك عبارة عن جيبي أم وهي عبارة بودو سايتس وهي عندي الفوتو بروسسس وهنا الفراغ بومان ومن ثم منوصل لمرحلة 2 البروكسيمال ميزينجل سيلس هذه الصورة جدا رائعة وهي ميزينجل سيلس شوفوا كيف هذه عبارة عن ميزينجل سيلس ميزينجل سيلس الآن هنا عبارة عن كابيلرز وإذا تطلعوا على الكابيلرز شوفوا سبحان الله ماذا نسميهم هذول من بره فوتو فروسسس شوف كيف نورمال وفي عندي هنا جيبي أم وهنا عندي الاندوثيليل سيلس وهي اندوثيليل نيوكليس صح ايش هاي اللي جوا توقعوا ماذا يستطيعون جاوبني هاي كابيلرز ايش هاي ربسي هاي الصورة نفسة هاي الاربسي مسموح ايش الاربسي عشان تتخيلوه بحياتكم هاي الاربسي شوفوا حجم الاربسي هي اصلا تعتبر صغيرة شوفوا حجم الاربسي مقارنة بمين بالفينستريتد اندوثيليم ومقارنة بالفوتو بروسسس هل هاي ممكن تفوت جوا لا نفس الاشي البروتين ممكن يكون حجمه بهذا الشكل هل يقدر يفوت من هون لا وسط الفكرة يا جماعة طيب اذا الآن سوف نفوت حسنا حكينا عن النورمال بروسسس حسنا نذهب لها الانتيتات اللي هم اللوميريولو نفرايتس ماذا الاسم؟ اللوميريولو نفرايتس اسمها كلمة انفكشن لا تربطوها بالانفكشن اوكي نحكي عن انفلاميشن هذا الانفلاميشن له اسباب كثير منهم سوف يكون الانفكشن تمام؟ الكدني عالم مختلف تماما بالكامل كما قلت لكم هذه الجملة من قبل وين؟ قلت لكم بالجي اي قلت لكم حتى وقتها الانفلاميشن الذي فيهم يحتاج إلى شرح طويل من هم؟ الجي ايي ورقم اثنين من هم؟ إركني اذا غلوميريولونفريتس اذا ايضا مالا يفكشن من؟ تخيروا نتكلم فقط عن هذا الجزء من؟ غلوميريولوس الانفلاميليم ايدي ايضا متوقع لانه نتحدث عن المطاقبات متوقع ايضا مدام ايضا 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 تكون متوقع أيضا يوجد عندي أكيوت وفي عندي كرونيك أكيوت لأنصر لحكي كلمة انفكشن أيضا يمكن أن تكون برايمري وسكندري طيب طيب ما معنى برايمري وما معنى سكندري برايمري معناها أنه أنا في عندي مشكلة نعتبر نعتبر عندي مشكلة بالكولوجين تايب 4 الكولوجين تايب 4 أين موجود؟ مثلا بالكلميروس صح؟ ماذا يسمى برايمري؟ برايمري يعني أصلا المشكلة بالكدني ما معنى سكندري؟ معناها تخيلوا باشا عنده ديابيتس الديابيتس نعرف بأثر على أكثر من مكان في الجسم الـ Eye الـ GI الـ Heart ومنهم مين كمان؟ الكدني ماذا نعتبر بهذه الحالة؟ سكندري سكندري هل تعرفون ماذا هو الفرق؟ هناك برايمري 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 في رأي الأبنورمالي في عندي ما يسميه ماذا يسمى post-infectious أو post-prolifertive glomerulitis crescent glomerulitis membranus Phe ocal membranus Prolifertive dense EIGA chronic glomerulitis كثار؟ لا تخافوا لا نشرح لهم كلهم سوف يصبح سهلا السيستميك ديزيزيز هناك ديابيتس مانيتس وهكذا سوف نتحدث عنهم أيضا هم البرت سيندروم والثن بيسميه فابري نتحدث عنهم طيب ما يسبب بيسميه ماذا يفعلون الجواب وهي مهم المتحدث عن إميونيلا أنا متأكد أن أخذت إميونيلا بيسميه اميونيلا اذاكروني ما هو عبارة عن إميونيلا ممتاز نفس المبدأ يعني ، نحن نتكلم عن المشكلة بالحراب بالنسبة لي ماذا يحدث سمياً بما يسمى المشكلة 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 لحالة هذه فكر قوي جداً ومهم دعنا نتحدث قليلاً عن المشكلة المشكلة يقولون أننا أمور ، إذا لم يمكن أن يكون عندما يكون في عاندي إليس ولماذا لا إليس . حسب إليس ميكانيزم بأس من يهمني أول شيء يسميه أنتيبودة بيديا هناك أخرى مهلاً الأيام يسميه سلديا أو اسحه مستعدات وايسل و هذه هي صرعة هذه الزمن يعني هل أنه في فترة نفسها تسمع من البرستجان ما هي البرستيجان مدسين ؟ يعني نحن نحاول نلاقي الـ genetic abnormality ونحاول نعالج على أساس من الـ genetic background ذاكرين مثلا يوم نحكينا السن الماضي مثلا عن lung cancer مثلا في certain diseases مثلا EGFR mutated صح ؟ من ورح هذا الشيء صرنا نعطي treatment based on that genetic abnormality هذا الشيء لم يكن قبل 6 أو 7 سنوات نفس الشيء الآن صرعت الكدنة الحالية نرى ما هم الـ Mediated diseases أيضا الـ Genetic Mediated diseases إلا نحن الـ Anti-Body Mediated نحن من الزبان نعرفها من الذي درستني والذي درستني من نعرف أنها ماذا؟ انها Anti-Body Mediated طيب عندما نحكي عن ماذا يسمى Podocyte Injury وفي مكان ما نسمى Nephron Loss نبدأ أبدأ بالـ Sears وهو المتدلم ماذا يسمى Immune Complex Mediated diseases هذا الـ Stylitis carrocer مجرد وكيف لكن سنتصبح من الوقت ما قبل تحدثت لكم كلمة أزوتيميا صارت أول بداية ان تشاهده صعب بعدها صارت بسيطة ماذا يعني؟ أثنان الـ Bionater لكن ستصبح هذا الـ N-A-S-T-S-H-S-A-T-H الآن هناك شيء يسميه تحكين المتحلات المحلات المحلات المرحلة بدأت هذا مثال لكي نشرح الأمور نفترض أنه أنا قد يكون لدينا مختلفة مثلا نقول الأسالين أسالين أو ما إذا كانت تحصيل أنا لديه أنتجن بالجسم لا أتحدث عن كدني أنتجن بالجسم والجسم ما يظهر عليه؟ أنتجن مع بعض ما يحدث عندي؟ أنتجن أنتجن هذا أنتجن أنتجن ممكن أن يضرب مكانه سيذهب في البلد سيذهب في البلد سيذهب في البلد سيصل إلى الكدني لكن قبل قليلا سيذهب في البلد في البلد لا تسمح أن يمر الأشياء في البلد فبالتالي فبالتالي لو كانت لدي البلد في البلد أو هل سيصبح في البلد أنها تذهب إلى التوبول؟ لا، أين سيتجمع سيتجمع من البلد مع الوقت ممكن بالوقت ممكن بالوقت ممكن بالوقت على منطقة سواء الانترستيشيام أو منطقة بشكل عام الهيلوغوموريولاي هذه واحدة منها سميها ممكن بالوقت ممكن بالوقت أو يا جماعة تخيلوا أن يكون في عندي أنتجن أبنورمال أنتجن على نفس الجي بي أم أو بالميزين جيم بشكل عام الهيلوغوموريولاي ما في عندي؟ أبنورمال أنتجن ما الجسم يحاول أن يهاجمه عن طريق مين؟ أنت يبدأ هذا الأنتجن أصلاً دائماً موجود بالهيلوغوموريولاي دائماً موجود دائماً في عندي أنتجن بالهيلوغوموريولاي وبنفس الوقت نحن نتكلم عن منطقة حساسة لماذا منطقة حساسة؟ تخيلوا يا جماعة نحن نحكي بكدني كل الدم بلاف وين يحاوله يبدأ يحتوي من من ماكروفاج من مونوسيت أسف بما يحتوي من نيوتروفيد بما يحتوي من 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 هذه الأنفليماتوري سيلس عند قدرة تخبرونه على أنتجن مباشرة سيكون عندي إم neighbors هذه النافليماتوري سيلس ممنوع بتصليلي انتي بدي انتجن انتي�도 لكن كان انتجن يعني من داخل مين لغومريولاي إذا كان الانتجن ممكن يكون نفس الانتجن ليكان Pixolating يمكن أن يكون الأنتجن نفسه ، داخل الكدنية في الكنيقات, في الكنيقات وبجميع الأحوال ، وأنه يصبح محالًا ، يصبح يصبح عندي .. من خمالهم يصبح يصبح عندي يصبح عندي بجميع الكنيقات طيب ، في الثاني ، أبداً ، لأجيز هنا المصطلح الذي حكيت لكم عنه قبل شAny وهو كلمة glomerulonephritis عرفتوا كيف صارت glomerulonephritis عن طريق antibody action طيب ممكن يكون circulating immune complex or insito immune complex circulating مثلا ممكن يكون عبارة عن indigenous antigens ما يعني indigenous antigens انت اصلا عندك الانتجن لكن ما تلاحظ انت عليه antibody ممكن يكون الانتجن DNA مثل مية مثلا مثل الاسالي أو nuclear proteins أو tumor antigens مثلا عنده cancer cancer ممكن يصبح عنده glomerulonephritis كيف صار عنده glomerulonephritis لأنه صار في عندي antibody against the antigen of the tumor والانتجن antibody صار له circulating ويصبح الانتجن ويصبح الانتجن في الأخير اين؟ بالكدني فهمتوا يا جماعة؟ أو ممكن يكون exigenous antigens ما يعني انت عندك انفكتشن وصار عليه antibody بعد ان انتجن antibody وين صار عندك؟ دخل عندك وصل للكدني مثلا infectious products أو drugs سوف نتحدث عن بعض الضغط صار لها أنتجم نعتبر للضغط ليس أنتجم نعتبره هابتن يعني إيش؟ يعني أنت يعني أكت لايك أنتجم يعني يعني نسميها يعني أنتي بدي بعمل أنتي بدي رأكشن هابتن فبالتالي بصير في عندي رأكشن أنتجم أنتي بدي رأكشن وبالأخير أين بوصل إلى الكدمة إذا هذا ما سمناها سيركولاتينج إميون كوملكس إذا هذا ممكن يكون إما أنتجم مني إما أنتجم مني أو إيجاني من بره سواء دراج أو ماذا آخر؟ حكينا إنسايتو إميون كوملكس ديزيز ما تحتها مهم حفظ ماذا قلت أنا؟ مهم الآن ممكن يكون عبارة عن فيكست انتجم ما أنتجم؟ أصلا هذا الأنتجم موجود بالكدمية على أول واحد منهم وهو ألفا ثري تشين أو تايب فور كولوجين لاحظوا تخيلوا يا جماعة أن الجسم يصير عندي أبنرومالي بالتايب فور كولوجين تحديداً بالألفا ثري تشين وتحديداً بالنسي ون دومين حسناً 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 ما نسمي هذا الديزيز؟ نسميه anti-GBM lymphitis G-B-M يعني glomerular basement membrane لأن glomerular basement membrane مكون من طيب فور كولوجين الآن ديزيز مشهور جداً ستسمعوه كثيراً بحياتكم وهو membranous nephrobathy أو glomerulopathy يكون في عندي أنتجي مسميه phospholipase A2 receptor 1 بس عشان تعرفوا كيف العلم بس كنت أنا طالب كان هذا موجود بس كنت زيكم كان لسه مكتشف وهو مين؟ phospholipase A2 receptor كان بداية اكتشافه وكان صرعاً كيف قدرنا نلاقي مين؟ كان يفكروا membranous nephrobathy إليها أسباب أخرى بالأخير لقيمنا أنه في أنتجين وهذا أنتجين وهذا أنتجين phospholipase A2 receptor ويهاجمون مين؟ أنتجين حالياً خاصاً بآخر سنتين ثلاث صار عندنا ما يقارب 15 أنتجين لهم علاقة ب membranous nephrobathy وهذا الشاطر يكتشف مين الانتجين لهم علاقة بمين؟ membranous nephrobathy رقم ثلاث ما نسميه مزينجين أنتجين الآن هناك شيء آخر نسميه بلانتجين حتى أنا كنت أعمل إختصاصي بالفلوشيب كان جديد مكتشفين أول مرة أنتجين جديد ثاني مثلاً بلانتجين نحن نكتشفه جديد ما نسميه أوثا بلانتجين ممكن أن تكون اكسجينس أو بلانتجينس يعني 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 كماناً ممكن تكون بلانتجينس بلانتجينس قبل قليل أنه ممكن أن يكون عندي مجموعة 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 صح هذا مجموعة 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 قلت لكم سوف يصبح مجموعة يعني سيترسب بمكان طب وين سوف يصبح مجموعة تخيلوا الأماكن أريد أن تبدأ قليلاً أكثر مكان تتوقعوا مزينجل لكن المزينجل قلت لنا عنه مجموعة نفس هذا المجموعة يأتي الانتجين انتبادي كملكم أين يتجمع؟ بالمجموعة يمكن أن يتجمع بالصب ابيثيليا ماذا يعني بالصب ابيثيليا تذكرين هذه المنطقة هذه تتجمعها تحت الصب ابيثيليا وممكن يتجمع لكن هذه المنطقة الـ endothelium ممكن تجمع الـ endothelium ما هو واحد يقول ليه؟ لماذا يتحدث لنا مثل هذه؟ السبب لكي نقوم باستخدام الـ diagnosis أحيانا أنني لا أستطيع الـ diagnosis حتى أرى الـ immune complex division هل هو جاي الـ sub-epithelium؟ هل هو جاي الـ sub-endothelium؟ أو سيكون داخل مين؟ الميزانجم كل واحد يتعطينا الـ disease مختلف ولكن إذا كنت تستغربوا بشغلة تقولوا كيف هذا الأشي الصغير أميز هنا؟ ولكن أحكي لكم نقطة أنه عندما يتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة الـ GPM ستكبر سيكون لدي الـ reaction فشمال هذا الـ GPM؟ سيكبر بالحجم فأستطيع أن أميز أنها تكون sub-epithelium أو sub-endothelium إذا ممكن أن يكون sub-epithelium أو sub-endothelium وكل واحد منهم diseases هذا الإنسايتو أيضا ما قلناه أنتيبودي مع أو وليس من الـ ممكن أن يكون أنتيبودي against أنتيبودي 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 أو أنتيبودي 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 و... ألو؟ هل يا دكتور يا خيال الله؟ موسيقى و... حسنا 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 الآن لوجود شغلة مهمة نركز عليها لكي أتحدثها بمحاضرات الشاي الاميونفلورسوس يجمع الكدني حتى تدياجنوز الكدني يحتاج إلى طريق الميكروسكوب ثلاثة ميكروسكوب يريدك الميكروسكوب العادي رقم الثلاثة ميكروسكوب الفاضي بحده بكلامه من هم ؟ كدني ؟ لازم بدنا الكتر ميكروسكوب بسرعة لقم اثنين بالمسل و بعض الناس ميكروسكوليتل سوربس بالمسل والنيرف السيستم سوف نرىكم بشكل لهم الكتر ميكروسكوب لذلك لازم دعا بابداً سوف نحكيه دعا بابداً بس نشرح سوف نقول الكتر ميكروسكوب ماذا تشوف ؟ ماذا نرى ؟ و الكتر ميكروسكوب ماذا نرى ؟ بالإمينوفلوريسنس بالدعاة فى معظمهن تكون عبارة عن سيكون تلك معانا و اظنati عن سيبك رانيولار يعني جميع النقاط بالدعاة واحد و ممكن نتحدث عن اثنين لكنه كدزيز مشهور جدا يعني ان تأتي فرائتس التي قمت عنها قبل سوى تعطييني لينير إمينوفلوريسنس كالانك ماسك ث流ض نستطيع بترسم ماذا نسمى فى هذا ؟ إمينوفلوريسنس ترسو كيف هل هناك فرق بين الصورة على اليمين وعلى اليسار؟ إذا قلت لكم أن نفس المنطقة تقريباً صار لها إستانيك لكن إذا أظهر على اليمين عبارة عن خط واحد نفس الانتنسية صح؟ لكن إذا أظهر على اليسار تشعر منطقة هكذا بعدين فراغ منطقة 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 كل هذه مبارئة ما يسميها؟ جران يورر إستانيك تمام؟ إلا بيعتمد حسب أنه يكون عبارة عن لينيار أو جرانيولر استانيك طيب لحد هنا راح أتوقف أتمنى كانت المحاضرة يعني مش صعبة ونكمل إن شاء الله المرة الجاية أعطيكم كل العافية